المتابعين الكرام في الأردن أسعد الله صباحكم بكل الخير إذن كما لاحظنا تأثرت المملكة بمنخفض جوي يعني يعتبر قوي هو مصنف كان من الدرجة الثانية جلب معه وما زال يجلب رياحا شديدة وعاتية سرعت بعض الهبات بلغت ما يتجاوز حقيقة المئة وعشرة كلمترات في العديد من المناطق هناك أجواء مغبرة في المنطقة الشرقية أمطار غزيرة حطرة الليلة الماضية زخات من البرد والرعد أيضا حدثه خلال ساعات فجر هذا اليوم ولكن الفترة الزمنية لهذه التأثيرات تكون بشكل عام سريع خلال ساعات نهار هذا اليوم يتحرك بات المنخفض الجوي مبتعلا عن المملكة وبالتالي يتوقع أن يتراجع فرص هطول الأمطار بشكل متسارع ولكن تبقى المملكة تحتدأ في رياح شديدة في فترات مختلفة من النهار تتركز في المنطقة الجنوبية والشرقية من المملكة مع توقعات تشكل عواصف ترابية في تلك المناطق كما يحدث انقلاب جذري على درجات الحارة اليوم وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه العام في ساعات النهار فمثلا تسجل درجة الحارة العظمى اليوم في العاصمة عمان حوالي فقط 12 درجة مئوية وهي أقل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام كما أيضا توقع تدني درجات الحارة في ساعات الليلة القادمة بعدما تخف سرعة الرياح ويستقر التقس تسود أجواء باردة وتكون شديدة البرودة في بعض مناطق البادية والسولة الشرقية وجبال الشراء والأجواء تستدعي العودة إلى استخدام مسائل التدفئة كما تؤدي أيضا تدني درجات حارة في بعض المناطق مثل السولة الشرقية والبادية وجبال الشراء إلى تشكل السقيع في تلك المناطق أما درجات حارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى للقادمة فهي على النحو التالي في كل من إربد وجرش من 13 إلى 8 في عجلون 12 إلى 7 في المفرق من 13 إلى 7 درجات مئوية مع رياح قوية في العاصمة من 12 إلى 5 في الصلب 13 إلى 6 في الزرقاء 14 إلى 7 في مدى من 12 إلى 7 وفي البحر الميت من 21 إلى 15 درجات مئوية المناطق الجنوبية في الكرق 11 إلى 7 في الطفيل 11 إلى 6 في معان 13 إلى 5 في الجبال الشراء من 10 إلى 4 درجات مئوية أما في خلج العقبة فترتب العظمى لـ 22 درجة مئوية في ساعة النهار وتكون الصغرى للـ 13 درجة مئوية أما في المناطق الشرقية فتكون في الوشف 19 إلى 6 درجات في الصفاوي من 16 إلى 7 كذلك الأمر في الأزرق مع واصف رملية ورياح شديدة بشكل أهم طبعا قبل الختام توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية ضرورة الاهتمام بتثبيت المقتنيات الخارجية أيضا ضرورة الاهتمام بالانقلاب الجدري في الأجواء والأخوة المستثناء المستدنون من الحضر الشامل السائقين على طرق الخارجية بضرورة تخفيف سرعاتهم بسبب شدة سرعة الرياح وضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية الوفقية أتمنى لكم جميع النهار سعيد أينما كنتم إلى اللقاء